وقدم الرئيس السيسي التحية إلى روح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام وثمن رئيس السيسي قرار رئيس الراحل أنور السادات نحو السلام الذي تواصف خاطن ماضي وفتح أفاق المستقبل لسائر أن منطقه أن حرب اكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله سبحانه وتعالى لاتخاذ القرارات المصيرية التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية ومن هنا فإنني أوجه التحية إلى روح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام الذي اتخذ بجسارة قرار الأبور العظيم رغم شبح الهزيمة الذي كان يطار للجميع وتحية له أيضاً باتخاذه بشجاعة الأبطال قرار السلام الذي تواصف خاطن الماضي وفتح أفاق المستقبل لسائر المنطقة